السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمو سورة ورجعت لكم تاني بورشة لفنوس البومبي نمسميها بقى فنوس البومبي اللي عمرها مراحت عليه مهما اشتغلنا فونيس جديدة مهما عملنا حاجات جديدة بيرجع زي الموديلات الأديمة كلها ما بترجع تاني دلوقتي في المفارش وفي الهدوم وفي كل حاجة بيرجع تاني الموديلات الأديمة حتى في الخرز فنوس البومبي دوت أول فنوس يعتبر اتعمل دوت أنا اشتغلت ده بمقاسة نشر وده كمان بمقاسة نشر شايفين اللي اتنين يعتبر قد بعض مع اختلاق بسيط الخرزة ديت التدويرة بتاعتها منازلها صغير شوية الخرزة ديت الطول بتاعها عطيه ارتفاع شوية عايزة نااشي نكمل تاني الفنوس دوت أنا اشتغلته بمقاسة نشر واشتغلته بعشرة واشتغلته بستة واشتغلته بتمانية بكل المقاسات أنا اشتغلته طبعا بستة بيبقى مادليا مع اختلاف طبعا هو برضو بومبي بس مع اختلاف طبعا أنا منزلة ورش كتير جدا لفوانيس على القناة عندي من بداية المادليا لقد السبع قد عقلة السبع لغاية الفنوس لمتر الربع للبلكونة وفيه ممكن تزوجي كمان عن متر الربع يعني هتلاقي اكتبي فنوس لأم سارة فنوس خرز لأم سارة هتلاقي فوانيس بفضل الله أنا منزلة كتير جدا بقالي عشرة لا اكتر من عشرة سنين بنزل فطبيعي هتلاقي بفضل الله بفضل الله أنا منزلة ورش كتير جدا جدا طيب هنقول الفنوس دوت اعداد لان بفضل الله يعني الناس كله دلوقتي الحمد لله بيعرف يشتغل واللي هتعلق على الفيديو تقول لا أنا مش عارفة اعمله لوحدي هحطيلي كلينك بتاع شغل الفنوس دوت انا عاملالو ورشة الجزء اللي تحت دوت لغاية ما حنقول صباعي على الاتنين سبعة على الاتنين الجزء دوت سابت في اغلب موديلات الفنوس البومبي كل اللي تحت هو سابت لكن اللي فوق فيه اختلافات طيب تعالوا نسمي الله ونشوف هنعمل اين حديكي طريقتين للشغل ده هو ده حديكي اختيارين يعني مثلا تربطي العدد المطلوب اللي انت عايزة تعمليه كله هنا وترجعي تبني ستة على اتنين او انك تشتغلي شريط سداسي على اتنين انا هنا حطيت اول حاجة حطيت ستة في فتلة عادي وبشتغل بطريقة الفتلة الوحدة لعمل المجسمات انا بشتغله بفتلة واحدة مش بفتلتين اللي عايزة تشتغل بفتلتين تشتغل بس الفتلة الوحدة اسهل هتاخد خيط اقل في الظروف اللي احنا فيها دي طبعا هنعايزين نوفر في كل حاجة هتاخد منك وقت اقل وحتاخد خيط اقل ومجهود اقل كمان وهتديكي نفس نتيجة الفتلتين انا منزلها على القناة برضه كيفية عمل المجسمات بفتلة واحدة اكتب شغل الفتلة الوحدة لام صارى هتلاقيها كل ما اقول لكم على حاجة انا عملتها عملتها افتكر سميل غنم في الفيلم اللي قول انا قريت كتاب انا قريت كتاب في الاخر تلعبك كاشة بس انا مش بكاشة والله طيب نسمي الله بسم الله نبدو بهنا ستعين انا اشتغلت غرزة سوداسية اللي هو حطت ستة واصلت عليهم بعد كده هتشتغلي يا امتا انا عملت واحدة وانا عايزة تديرك كلها تساوي عشرة يبقى دي واحدة يبقى فضلي تسعة يبقى حعمل تمانية انت قلت تسعة اصبره بس واحدة واحدة انا اشتغلت اول واحدة هي بعد كده هحط اتنين في طرف وثلاثة في طرف لو حتشتغلي بالفتلتين الفتلة واحدة هتشتغلي عايزة اشتغلي دي بفتلتين وترجعي بفتلة واحدة تكملي فوق ما فيش مشاكل الفتلة الواحدة انت ممكن تحطيهم كلهم وتلفي ترجعي هنا تاني حطيتي مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هقفل هعدي بالخيط من هنا وارجع في واحد اتنين لازم هرجع في اتنين مش هرجع في واحدة بس هكمل اللي انا عملته البداية واحدة وبعد كده عملت تمانية العشرة واحدة وتمانية يعني تسعة العشرة هوصل بيها يعني حطي هنا اتنين معي الترفدة الواحدة والترفدة الواحدة حطت اتنين ووصل ده بدا عايزة اشتغلي عشرة عايزة اشتغلي اتنشر اشتغلي برحتك زي ما انت عايزة انا عدلك ده انا عاملاه بسم الله الرحمن الرحيم ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اهو اتنشر انا عاملا اتنشر عشان هو جبير أنا عاملة بخرز 12 وعملة البداية بتاعته 12 طيب خلصنا البداية نيجي بعد كده هتشتغلي خماسي على 2 باين؟ تمام خماسي على 2 يعني أول مرة حط 3 وعدي من الدايرة دي أنا طلعة من الدايرة دي هعدي من الدايرة دي وارجع في أول خرزة تقابلني أول مرة حطيه 3 حفظة للدور كله حط 2 2 2 2 آخر واحدة حط واحدة بس يبقى خلاص الدور كله خماسي على 2 يعني الدايرة عددها 5 مقفولة على خرز 2 بعد كده رباعي على واحد يعني أول مرة حطيت 3 على واحدة حتسوي 4 وقفل على خرزة واحدة بعد كده هحط 2 2 2 2 وبعد كده هتبقى واحدة بس الدور ده هكرره كمان مرة بس هنا في شرط بسيط صغير لو اشتغلتي هنا بالفتلة الواحدة اللي هو الدور الرباعي على 2 حيلوح الشغل معاكي شوية هي للي ما بيفهمش قوي في الشغل هياخد بالو منها خالص ولا حتأثر في الشغل ولا أي حاجة ولكن اللي فهم قوي في الشغل هتاخد بالها أن فيه لوحة عشان نتجنب اللوحة دي يا إمتا تشتغلي الدور دوت بفتلتين أو اشتغليه بفتلة واحدة سطر اتجاهه اشتغلين ناحية يمين وسطر اتجاهه اشتغليش مال هيزبط برضو معاكي بعد كده هشتغل خماسي على 1 الخماسي على 2 اللي عملتها تحت بديق بيها دايما الخماسي على 2 بديق الشغل بيها الخماسي على 1 بوسع بيها يعني بدي وسع تاني للشغل خلاص أنا اشتغلت خماسي على 1 ترتيب الألوان براحتك خالص زي ما انت عايزة عايزة تشكلي ألوان شكلي زي ما انت عايزة أنا عملت دوت أنا ما بحبش الألوان تلاتات في بعضه الكلام دوت أنا بحبه كده بحبه لونين ولكن عشان دي بواقي خرز عندي فأنا قلت استفيد بيها وافرح الناس بيها بدل ما تروح لحد تغديره أزازة حاجة ساعة واتديله حاجة هدية حيفرح بها جدا وحتفضل موجودة عنده على طول تمام يبقى خلاص خلصت الخماسية على واحد بعد كده سداسي على اتنين مرتين أو تلاتة زي ما انت عايزة كل ما اشتغلت أكتر حيديك ارتفاعه أكتر بس مرتين أنا شايفها مناسبة عايزة تخليهم تلاتة انت وزوك بس ما تحاوليش ما تكتريش عن التلاتة يبقى السداسي على اتنين أدي معايا خرصتين أحط عليهم أول مرة أربعة وبعد كده تلاتات طبعا وآخر واحدة هتكون اتنين هكرر الدور ده مرتين بعد كده سباعي على اتنين سباعي يعني ايه؟ ايد الديرا كلها عددها سبع خرصات اللي هو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع أنا معايا اتنينهم من السبع ما بقولل على اتنين يعني أنا معايا اتنين من السبع بعد كده فضي لي ايه؟ عشان يبقوا سبع فضي لي خمسة أنا رتبت الالوان عايزة تعملي زي ما أنا عامل أعمالي عايزة تغيري غياري يعني أنا حما عملت ايه؟ حطيت اتنين فاتح وبعدين واحد غامق وبعدين اتنين فاتح يبقى الخمسة اللي انا حطيتهم دول بعد كده هيكونوا اربعة قاعدة ثابتة في الشغل طالما العدد معاكي في السطر كله ثابت وموحد مش فيه تبادل يبقى العدد اللي انا بديت به يعني انا بديت بخمسة من اللي بعديها القبل الاخيرة هقل واحدة يعني هشتغل اربعة اربعة اللي هما ايه هتبقى واحد فاتح واحد غامق اتنين فاتح اخر واحدة في السطر هحط تلاتة بقى اللي واحدة كمان اللي هي التلاتة اللي هحطهم اللي هي فاتح غامق فاتح انا عملت السباعي دوت عملت الغرزة اللي في النص فيه لونها مختلف ليه عشان اعمل وردة في الدور اللي بعده ما تشغليش بالك بترتيب الالوان عايزة ترتيبي زي ما انا عاملة رتبي عايزة اشتغلي براحتك بترتيب الالوان ديك انتو وزوئك يبقى الغاية هنا السباعي على اتنين دوت سابت في كل الموديلات بتاعتنا اللي تحت طيب اللي بعد كده بقى اللي بعد كده بقى فيه اختلافات كتير هنا انا اشتغلت ده على ايه الواحدة اللي في النص اللي انا حطاها ديت حطاها لونها الاحمر حطتها عشان اقفل عليها دايرة عددها ستة هنا يبقى الدور ده حيبقى اسمه بالتبادل واحدة هتبقى شكل واحدة هتبقى شكل تاني يعني غرزة شكل وغرزة شكل تاني الواحدة اللي في النص بالزبط بتاعت السبعة انا عايزة اقفلها دايرة سداسية يبقى معايا واحدة يبقى طبيعية حط لهم خمسة انا حطيت الخمسة من نفس لونها كأن ايه كأن وردة فيه طيب الخمسة انا حطتهم خلاص انا قفلت على اول واحدة اللي بعديها هيبقى على اتنين هيتقفل بالتبادل مرة على واحدة اللي هي في نص السبعة ومرة على اتنين اللي هي ضلع من السبعة دي وضلع من السبعة دي يبقى اللي اتنين هقفلها دايرة عددها خمسة اهو بصوا الدائرة هي عددها خمسة اجي اتنين تحت وثلاثة فوق يبقى خمسة يبقى انت لو بديتي حتقفلي اول واحدة بالنسبة لك الغرزة الخماسية هحط عليها ثلاثة لو هقفل على الاثنين انا لسه معيش حاجة خالص في الدور الدور فاضي خالص هقفل عليها هحط عليها ثلاثة لو انا بشتغل على الغرزة اللي هي الواحدة بس اللي هي هشتغلها السوداسية يبقى حديها خمسة طيب يبقى بالتبادل مرة حط خمسة على اول واحدة ومرة هحط لها اثنين طيب دي اول غرزة بس السوداسية هحط لها خمسة على الواحدة والخماسية هحط لها ثلاثة على الاثنين فلو انا ببدأ بأي واحدة منهم طيب انا بديت بأي واحدة بديت بالسوداسية حطت لها خمسة اللي بعديها هحط اثنين لاني معايا اثنين تحت ومعايا عامل مشترك والغرزة الخماسية على اتنين يبقى فضل لاتنين بعد كده هروح حتى خمسة واحد اتنين تلاتة هحطة اربعة مش خمسة اول واحدة بس اللي حطت لها خمسة بعد كده هيبقى اربعة اتنين اربعة اتنين اربعة اتنين لغاية بردك زي ما قلتلك اخر واحدة في السطر هتقل لي منهم واحدة بعد كده الدور ده خلاص خلص بعد كده هتلاقي بقى معاكي الوحدة بتاعت الغرزة السوداسية لوحدها عشان ما تطلق بطيش الغرزة السوداسية اهي الخرزة للوحدة اللي في النص دي هقفل عليها خمسية هقفلها خمسية يعني على الوحدة بس هحط اربعة طيب اللي بعديها اللي بعديها هتبقى على تلاتة انه تلاتة الوحدة اللي تحت دايما انا من اشرح هقول كأن دي راس بني ادم ودول ايدين لاتنين بيدعي ربنا ادي الراس بتبقى تحته بيرفع ايده فوق مع انه مفروض ما فيه نهي ان احنا نرفع ايدنا فوق في الدعاء ونرفع وشانه في السماء الدعاء انت نتبسي اللي كاف في ايدك يبقى انا على السوداسية هشتغل خماسي على واحد من السوداسية وعلى التلاتة التانين اللي هي ضلع من الوردة السوداسية دي وضلع من الوردة السوداسية دي ومعهم الوحدة الخماسية اللي في النص هشتغلها ستة على تلاتة اهي واحد اتنين تلاتة تحت وتلاتة فوق يبقى انت لو بديتي بالسوداسية اللي في النص دي هتغدية تحطي لها اربعة لو بدتي بالتلاتة دي هتحط لهم تلاتة وبعد كده هيبقى تلاتة اتنين السوداسية هعملها خماسي فوقيها هتاخد تلاتة والسوداسية هتاخد اتنين فوقيها هتبقى الستة على تلاتة تمام خلص الدور بعد كده هنا بس اللي كان فيه شغل وكان فيه لغبطات لغبطته هحط لكم اللينك بتاع الشرح بتاعه بعد كده انا عملته كده عشان فيه ناس بتحب تنجز بس تاخد اعداده خلاص بعد كده السوباعي على تلاتة انهو تلاتة برضو التلاتة اللي هي واحدة سقطة في النص ويمينها وشملها اتنين مرتفعين واحدة في النص اللي هي الغرزة الخماسية اللي تحت والغرزة الخماسية اللي تحت باجي في نصها وفي نصها يبقى هنا السوباعي على تلاتة بعد كده اشتغلت تاني سوداسي على اتنين زي ما انتش عايزة عايزة واحد اتنين مفيش مشاكل عايزة تعلي جيب راحتك عايزة تزوجي هنا سوداسي وعايزة تزوجي هنا سوداسي ما فيش مشاكل بعد كده خماسي على اثنين لاني بداية بعد كده رباعي على واحد بالعدد اللي انتش عايزاه برضو وبعد كده اليد انا عايزة اطول الفانوس ده اكتر من كده وزنه انا ما حددتهش دلوقتي حكتبلكه في صندوق الوصف وزنه قد ايه لموزنه طيب انا الفانوس ده عاجبني بس عايزة اكبره اكتر كبري الخرز الفانوس ده عاجبني عايزة اطوله اكتر اي دور عايزة اطولي فيه ما ينفعش في الفانوس البومبي ده الا الا سوداسي على اثنين هو اللي ينفع تطولي يتزوجي فيه ورباعي على واحد طيب انا خلصته وحلو جميل بس انا عايزة اطوله شوية كمان بس انا قفلت الشغل اعمل ايه زوجي القعدة ادي دور سوداسي على اثنين اهو كأني اشتغلت كمان دور زوجي القعدة بتاعته طيب انا زوجت القعدة دورين وعايزة ازوده كمان اعملي تحت سباية على واحد هيديكي طول السباية على واحد ده سباية على اثنين قصدي السباية ده اللي انا عامله هتعمليه بقى دي خرصتين اهو هشتغل عليهم احط عليهم خمسة هحط خمسة هيديكي سباية على واحد كورنيش هيديكي كورنيش للفانوس وبيبقى جميل جدا جدا وهداية تفرحي الناس بيها انا خلصته بعدين بجيب فرع البيبي لايت وبروح مسقطها بقى من هنا وايدي تعدي كده اهو او من غير ايدي ما تعدي بجيب اي بنز اي ابرت كوروشي اسقط فرع النور من هنا واروح سحبها من هنا اشد بابرة الكوروشي واربط خيطة وسيطة هنا بس انا سبتت هنا سبتت هنا لفيه داير ميدور عايزة تلفيه من بره بيدفي جميله الافضل انك تعمليه من جوا بإذن الله بإذن الله هطلع لكم كل الفوانيس ولو عملت حاجة جديدة هنزلها لكم وقول لكم أشوفكم على خير اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته